أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام صباح الخير على حضراتكم وكل عام وأنتم بخير أحنا موجودين دلوقتي داخل موقع تصوير مسلسل ضرب نار عشان نعرف أكتر عن كواليس العمل معانا المخرج المتميز أستاذ مصطفى فكري عشان يكلمنا أكتر عن كواليس العمل أنا برحب بحضرتك أهلا بك على شاشة قناة القاهرة الإخبارية أهلا بيكم نورنا أهلا بك أستاذ مصطفى عايزة عرف في البداية إيه اللي جذبك في النص اللي كتبه المؤلف ناصر عبد الرحمن إنه قريب من ناس جدا يعني هو حقيقي تقريبا بنسبة يعني بنسبة متخوف يعني هو أستاذ ناصر هو متميز طبعا يعني متميز جدا في الكتابات اللي هي علاقة بالشارع المصري والورق فعلا كله تحسيه يعني من قلب شارع مصر وده ده يعني ده النوع ده بيبقى صعب جدا في تنفيذه فهي كان في كتابين في كل الكلام هو مصطفى أول ما تعرض عليك النص وفقت على طول يعني حسيت أنه النص ده حيضيف شخصيتك حيضيف المصطفى فعلا هو الفكرة كلها هي فكرة بتبقى يعني هو النص ما كانش بكتوبة احنا هو احنا بدأنا نكتب فيه من شهر ستة تماما فاحنا انا موجود في يعني موجود على الكتابة من اول حلقة فعشان كده الموضوع بالنسبة لي اه لا ابانا قدامي يعني مش ما كانش نص مثلا وقريته فلا اه عايزة اعرف برضو اختيارك يمكن للشخصيات اه للنجوم وايضا للشباب والشابات اللي بيشتغلوا دلوقتي في العمل بتختار بناءا على ايه؟ آآ دور يعني هو الدور نفسه هو اللي بيختار الشخص اللي يجي يعمله يعني آآ الدور ده بيقول ايه عايز يعني كاركتر بتاع الممثل اللي ممكن يقوم بالدور ده وممثلة تقوم بالدور ده شكلها ايه آآ فبيبقى قدامك اختيارك كتير يعني ما بيبقاش ما بقاش لوحدي بنقعد كل واحد بيقترح ونشوف افضل افضل حد ممكن يجي قدي الدور ده فهي بتبقى كده على حسب الدور نفسه يعني والحقيقة استاذ النصر برضو كاتب ورق يعني فيه فيه ادوار كانت نشهد او مشهدين بس لأ هو دور يعني فده ده كان اصعب حاجة بصراحة انك تعمل حاجة زي دي انك تجيب ممثل يعمل مشهدين ده بيبقى صعب جدا بس فا مصطفى ده تالت تعاون تقريبا بينك وبين ياسمين عبدالعزيز وحش الكون عايزنا اعرف الشغل معها عامل ازاي الشغل عن ياسمين ممتقد حقيق يعني ياسمين منش يخصي احنا تقريبا في سن يعني اوربين بعض في سن جدا فاحنا يعني في كم بس يعني مرحلة عمرية واحدة بلاش نفس السن فبس هي هي في كل يعني على المستوى العملية او مستوى الفني على المستوى الشخصي هي متازة جدا يعني في كل حاجة كشغل هي بتذاكر والحقيقة انا متوقع مسلا من ياسمين سي اه عشر درجات في الدور لا هي عاملة العشرين فانا يعني انا متفاجئ بياسمين يعني فاجئتني يعني بعد دي السنة التالتة زي ما حريك بتقولي بس انا بتفاجئ لا ان فيه لا فيه اكتر يعني لسا يسميني عنده اكتر 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 فده الناحية العملية الناحية الانسانية منتكلم على بنت بلا تجدع جدا ويعني صديق حد يعتمد عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة